اشتركوا في القناة او فيها بعض الاخطاء او فيها يعني نقاط لم تذكر ركز معي لانه هذا الفيديو هيكمل موضوع الماضي المستمر تماما لذلك سوف تفهم معي في هذا الفيديو كل شيء عن هذا الموضوع بكل سهولة ركز معي وخليك معي صاحي ويجيب لك كوباية شاي ولا كوباية قهوة وركز معي احنا هندلس في هذا الفيديو اول شيء ما هو قانون يعني ايش القانون او تركيبة الزمن هذا ثم ناخذ مثال عليها وبعد كده هناخذ كيف نستخدم هذا الزمن يعني ما يستخدماته وبعد كده هنتأكد ان احنا فهمنا هذا الزمن او ما فهمناه عن طريق بعض الامثلة لذلك ان شاء الله هذا الفيديو يكون بمثابة يعني شرح كافي ووافي ترسلوا لكل طالب يعني انا عارف ان هذا الزمن متعب كثير من الطلاب في المدارس فلذلك اركز معي وخليك معايا اولا ما هو قانون القانون تبعه انت عارف ان كل زمن له قانون يعني بماذا تبدأ ماذا يأتي تبدأ بالسابجيكت ثم تأتي الهاد بين يعني هذا الفاعل ثم يأتي فعل ويضاف للفعل هذا والذي يسأني لماذا تضافها الان جي انا سبق شرحت مرات وتكرار ان عائلة البي ما هي عائلة البي البي والام والإز والار والماضي منهم والوير والتصريف الثالث منهم البي هذه تسمى عائلة البي هذه كلها اذا جاء بعدها فعل تضيف له ان جي قولا واحدا قولا واحدا يعني لها استثناء واحد انها لما تكون في الـ passive وبين المجهول غير ذلك دائما اذا جاء بعدها فعل يضافها لهذا الفعل الان جي طيب جميل جدا أعطينا مثال على الموضوع هذا هناك أمثلة ممكن تقول I had been working I had been working يعني ترجمتها أنا كنت أعمل I had been cooking I had been cooking أنا كنت أطبخ she had been sleeping هي كانت نائمة she had been eating هي كانت تأكل وعلى هذا الحال أخذنا القانون واخذنا على الترتيب الأمثل واحد يقول لك هذا الكلام على عيني ورأسي هذا لما تعطيني فراغات يعطيني فراغات تعرف حل الموضوع لكن أنا متى أستخدم هذا الزمن الله يرضى عليك يا أستاذ جميل جدا هنا مربط الفرس انت تركز انه الماضي التام المستمر اللي هو Past Perfect Continuous هو يعتبر الماضي من المضارع التام المستمر Present Perfect Continuous واحد يقول لا مش فاهم يعني انت الآن انت الآن عشان تفهم هذا الزمن لازم تكون فاهم الزمن المضارع التام المستمر طبعا أنا فاهمه جميل إذا ما انت فاهمه ممكن تشاهد واحد من فيديوهات اللي أنا أنزلت على المضارع التام المستمر أو المضارع التام طيب المضارع التام المستمر ما هو المضارع التام المستمر عندما أنا أقول مثلا I have been teaching English for 15 years أنا صار لأدرس انجليزية لـ 15 سنة جميل جدا هو هذا الماضي التام هو الماضي من المضارع التام الماضي التام اللي هو أخذنا I had ومثلا بين بعدين فعل teaching والplaying والwalking هو الماضي من I have been يعني I had been واضح أن I had ماضي هي الماضي من I have been وعند يقول لي يعني الصورة بدأت تتضح بس أعتقد الأمثلة هتوضحها لي جميل جدا أنا هقسم لك الموضوع إلى جزئين جزء كأنه أنت بتتكلم كلامك في المضارع التام المستمر الآن ثم بعد يومين ثلاثة أيام نحولها إلى الماضي التام المستمر جميل يعني ركز معي الموقف الحالي الموقف الحالي يعني تخيل عيش معي الدور أنت تقول الجملة التالية Tom أو I hope Tom comes soon أنت تقول هذه العبارة أنت تقول هذه العبارة أتمنى أنه Tom يأتي قريبا ليش يا أخي I have been waiting for twenty minutes I have been waiting for twenty minutes والله يا أخي أنا صال لي منتظر لعشرين دقيقة أنا صال لي منتظر منذ عشرين دقيقة صال لي عشرين دقيقة منتظر له حلو الجملة هذه ماذا قلتها الآن الآن يعني الآن جاء واحد وانت بتمنتظر لـ فقلت له هذه العبارة قلت له ماذا I hope Tom comes soon أتمنى أنه Tom يجي بسرعة ليش لأنه I have been waiting for twenty minutes هذا الموقف لسه Tom ما جاء يعني طبعا أنت بتكلم مع كلام بعد يومين ثلاثة أيام أنت بتحكي الموقف هذا مع زملائك فتقول at last أخيرا أخيرا Tom came أخيرا Tom جاء أنت جاء تتكلم قبل يومين ثلاثة أيام مش على الآن I have been waiting for twenty minutes يا رجل أنا كنت منتظر له عشرين دقيقة خد بالك هذا درحين مضارئ تام أنت بتتكلم I have been waiting أنا منتظر له ما جاء بعد يومين ثلاثة أيام حولت الجملة إلى ماضي فتقول أنا والله كنت منتظرتهم في الأخير جاء at last he came وأنا كنت منتظر له I have been waiting مش I have I have أنت ما زلت الآن منتظر له لكن I had أنت بتتكلم على تلك الأيام أو تلك اللحظة قبل أيام في الماضي مثال آخر مثال آخر أنت بتشوف صديقك عبد الله أو محمود فتقول محمود is out of breath يلا يعني بالكاد يأخذ نفسه ليش he has been running he has been running هذا الموقف متى؟ الآن في المضارعة التامستمر الآن شايفينه أمامنا شوف 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 عبد الله تعبان he is out of breath ليش لأنه he has been running كان بيجري يعني للتو كان بيجري بعد كم فترة أو كم يوم سبوء شهور سنين المهم أنه هذا الحدث أصبح ماضي فتريدم تحكي للزملائك فتقول لهم عبد الله I was out of breath ليش ليش كان بيلهث يعني أو نفسه يعني كان يعني بيتنفس بشكل سريع لأنه he had been running أنت جالس بتحول لحظة المضارع التام المستمر إلى لحظة الماضي التام المستمر مثال يا سيد مراد كمان مثال أنت بتقول لواحد في هذه اللحظة في هذه اللحظة I'm staying with my friend Jim والله أنا جالس مع صديقي Jim he has been living in Paris for 10 years الآن أنا جالس في باريس مع صديقي من هو هذا Jim وحب أخبرك إنه Jim هذا صار له في باريس 10 سنوات يعني ركز معي يعني حتى اللي عايش مثلا الآن أنت عايش مع زميلك في جدة أو مع عمك فتقول I'm staying with my uncle in جدة My uncle has been living in جدة for 20 years جميل هذا الكلام متى الآن جالس بادرتش معك بعد كم سنة لما أنا أكلمك يوم ما أنا ذهبت إلى جدة أو عندما أنا ذهبت إلى باريس أنا رحت سكانت عند عمي وعمي هذه الفترة كان عايش صار له هذه الأيام في باريس 10 سنوات طبعا هو الآن في كمدا خلاص انتقل يعني مثلا فعند يالس تتحول كل شيء للماضي فتقول when I went to when I went to paris when I went to paris عندما أنا رحت لباريس I stayed with my friend jim تمام he had been living in paris for 10 years أو ممكن تغير when I went to جدة I stayed with my ankle جلست عمي تمام عبد الرحمن ولا غيره وHe had been living in jidda for 20 years هذا الآن أعتقد الاستخدام الأول بفرض أن أصبح واضح معك كل ما تقول شيء في المضارع التام ومستمر الآن أنا صار لي أنا بقالي أنا كذا كذا تستطيع أن تحوله عن طريق أن تحول الهاف إلى هات I have been I had been He has been He had been واضح الفعل عن نجي هذا الاستخدام الأول الاستخدام الثاني الاستخدام الثاني إلى المضارع التام أو الماضي التام المستمر الاستخدام الثاني يقول لك ما هو يقول We can say that something إحنا ممكن نقول أنه شيء had been happening كان بيحصل for a period of time لفترة من الوقت be for something else قبل شيء آخر واحد تقول يعني بش فاهمنا يعني نحن نستخدم الماضي التام عندما كان في شيء مستمر في الماضي قبل فعل آخر لا مثلة جميل أنت الآن ممكن تقول مثال بشرح لك أنا أنه عندما كنا نلعب كنا نلعب لمدة نص ساعة قبل المطر يبدأ يعني فأقول لك We had been We had been playing tennis when it started to run heavily when it started to run heavily عندما بدأت تمطر بغزاء ركز معايا كان في شيء مستمر اللي هو كنا بنلعب We had been playing وهو قبل قبل ما ينزل المطر عشان كذا قال When it started عندما بدأت تمطر فإذا معناته أنت الآن بتتكلم على الماضي كل ما تريد أن تتحدث على الماضي وقبل يعني حب تشرح شيء قبل نقطة معينة يعني كنا نايمين قبل ما هو يطرق الباب هي كانت بتطبخ عندما هو يعني نفس الطريقة نفس التركيب هعطيك أمثلة أكثر عشان تتوضحها لصورة أكثر I went to the doctor last Monday أنا رحت عند الدكتور الاثنين الماضي I hadn't been feeling well for some time يعني I hadn't been feeling well for some time يعني هذا المثال يعني أنا رحت الاثنين الماضي بس ركز معي رفس الطريقة ليش رحت الدكتور الاثنين الماضي لأنه قبل يوم الاثنين أنا ما كنتش أشعر بصحة جيدة يعني لبعض الوقت يعني I hadn't been feeling well ركز معايا استخدامك للماضي التام المستمر لو طريقتين الطريقة الأولى ذكرناها خلاص هو الماضي من المضارع التام المستمر الآن أي جمل من المضارع التام نحاول الماضي النوع الثاني إنك أنت بتتكلم على الشيء في الماضي كان مستمر قبل حدوث شيء آخر يعني لما أتحدثت معك في المثال الأول We had been playing نحن كنا بنلعب قبل ما تبدأ تمطر وأنا رحت للدكتور ليش؟ لأنه أنا قبلها ما كنتش أشعر بصحة جيدة طيب واحد يقول أنا أحب أمثلة كذا أنا لا أعطيك الأمثلة أحب أتأكد أنك أنت تفاهمه أو لا؟ هذا تقريبا هذا شرح الماضي التام تعالي تأكد أنك استوعب أنت الآن تريد أن تقول الأرض مبلولة الأرض مبلولة لقد كانت تمطر أنت الآن خرجت وشفت الأرض أمامك مبلولة فماذا استقول؟ The ground is wet صح؟ لقد كانت تمطر كيف تقول هذا الكلام؟ It has been running It has been raining عفوا رنين ججري It has been raining It has been raining جميل جميل طيب بعد كم يوم أنت تريد أن تقول نفس العبارة لزملائك فتشرح لهم القصة عندما أنا خرجت كانت الأرض مبلولة وكانت عادها بتمطر أو كانت للتو بتمطر يعني أعتقد الصورة بوضحت لك فلست تقول ماذا؟ The ground was wet was مش is ركز كل جاس يتكلم على الماضي وهذا الاستخدام الأول من الماضي التام المستمر It had been raining كانت تمطر It had been raining طيب أنت الآن مثال آخر خليك مش هسيبة كلمة تستوعبها أنت تقول ليلة نائمة الآن هي متعبة هي كانت تعمل بشكل شاق طيب ليلة نائمة الآن جميل هي متعبة هي متعبة هي كانت تعمل بشكل شاق أو بشكل شاق she has been working واحد يقول ليش ما تقول she worked لا احنا بنتكلم على اليوم اللي ما زالت تعبانة أثارها عليها she has been working hard she has been working hard ممكن بعد هذا الموقف مرضت هي خذوها المستشفى فبعد سنة سنتين فتحكي للناس أو بعد فترة تقول هي كانت نائمة شوف نحول she is she was sleeping لأنها كانت متعبة because she was tired لأنه هي أيضا كانت يعني شغالة بشكل مجد جدا كانت لسه اشتغلت she had been working hard ركز معي هذا الاستخدام الأول كما أخبرتكم يعني انت مفروض تفهم ان هو الماضي من مضارعة مستمر طيب كيف تقول انت الآن أنا صار لي سنتين شغال في هذا المطعم كيف تقول هذه العبارة أحسنت I have been working for two years in this restaurant I have been working for two years in this restaurant طيب بعد السنتين هذي رقوك رقوك ترقية أعطوك ترقية فأنت بتتكلم بعد شهرين ثلاثة بعد سنتين بتقول الناس أنا عندما أعطوني الترقية أنا الترقية تبعي أنا كنت شغال سنتين أو أنا كنت شغال في هذا المطعم سنتين عندما هم أعطوني ترقية خد بالك أعتقد أنه كفاية الآن كل تحويل الماضي فماذا ستقول I had been working at the restaurant for two years when I got the promotion هتقد الصورة الآن أصبحت واضحة والمفروض أنك أنت الآن مستوعب هذه النقطة وأنت مفروض تتمرن عليها طيب بيسأل واحد سؤال يقول يا أستاذ أنا عندي مثلا جملة مثلا واحد يقول I had known I had known gym مثلا for a long time يعني هنا فين القانون اللي أنت تكلمت عليه ليش ما فيه ING ليش البيل مش موجودة والله يجننتونا والله يدوقتونا لحظة يا حبيبي عصابك طيب اسبر عليها أنت ما بتعرف أنه في أفعال ما يمكن أن تكون في الاستمرارية كيف؟ يعني سواء في المضارع المستمر أو الماضي المستمر أو المستقبل المستمر أو المضارع التامة المستمر أي مستمر أي continuous الأفعال هذه ما تدخل فيهم كيف ما تدخل فيهم؟ يعني مثلا أنت تقول I am cooking أنا بطبخ الآن لكن لا تستطيع أن تقول I am liking أنا جالس أحب أمامي يعني هل معقولة؟ هل معقولة؟ أنك تقول شوف 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 انظر إلى توم أنه يحب السمك يعني الحب هذا شيء بيحصل أمامنا؟ أكيد لا مستحيل تقول He is liking fish هو جالس بيحب السمك خلينا نشوفه خليه يكمل حب ما فيش الكلام هذا فطب إيش الحل؟ الحل من هذا دائما تكون الأفعال في المضارع يعني أنا لما ما فيش حاجة يسمع I am liking فأقول I like بالضبط إيش غيرها؟ في أفعال أنا ذكرتها اكتب في اليوتيوب الأفعال التي لا يمكن أن تكون في المضارع المستمر تمام؟ مثل like مثل understand مثل love مثل prefer مثل hate يعني في أفعال ادخل عليها يشوفها هذه الأفعال من ضمنها no اللي أنت تكلم اللي بيسعلي يقول مثلا كلمة I had no طيب أنت تخيلينك أنت تريد أن تقول أنا صار لي بعرف محمود خمس سنوات أنا صار لي بعرف محمود خمس سنوات هذا مضارع مش ماضي تام مستمر هنحوله أنا صار لي بعرف محمود خمس سنوات I have been knowing لا I have been تشيلها لأنك مش هضيف الأين نجي وقلنا هنستخدم النو كما هو ونخليه تصريف ثالث I have knowing I have knowing I have knowing Tom ولا محمود ولا أي أن كان for five years الماضي من هذه الجملة هتحول ال have إلى had I had knowing Tom I had knowing Tom 14 years أعتقد الصورة أصبحت واضحة؟ طب أعطيك آخر 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 مثال أطلب منك أن تترجم هذا الكلام تريد أن تقول كان صعب جدا أن أستيقظ إثنين الماضي للمدرسة ليش؟ كنت أدرس الليلة السابقة وكنت متعب جدا وحد يقول والله صح هذا الكلام هو اللي كنت أبحث عنه يعني فعلا هنا ألاحظ أنه هنستخدم الماضي التام المستمر اللي يركز أفعرم عليك ركز مع كيف هتترجمها؟ هتترجمها بالطريقة التالية It was so difficult to get up last Monday كان صعب جدا أن أستيقظ الأثنين الماضي ليش؟ للمدرسة I had been studying كنت أدرس الليلة اللي قبلها مش كنت أستخدمها الثاني من الماضي التام المستمر إنه كان في شيء مستمر قبل حاجة إيش هي الحاجة هذه؟ إن أنا كنت مش قادر أقوم فالحاجة المستمرة هي I had been studying the night before and I was very tired أتمنى تكون الصورة وصلت لكم وأتمنى أنك أنت تفهم كيف يعني أن الوضوع مرتبط إنك تفهم المضارع التام المستمر فهتفهم الماضي التام أعتقد هذا الشرح مش هتجده في اليوتيوب بهذه الطريقة بهذه الأمثلة بهذا الوضوح مش هتحصله شارك الفيديو مغيرك واضغط لايك إذا عجبك الفيديو وأتمنى لكم التوفيق والعجاح مع السلامت الله